وصلنا إلى الجزء الرابع من دورة نمذجة سيارة على برنامج سين المفردي الآن سنقوم بإنشاء هذا العدل الجانبي للسيارة المتكوين من هذه النقاة أولا نخفي المضلعة أو المجسمة التي قمنا بإنشاءها من قبل الآن سنقوم بإنشاء خط نسب بائري يدور حول محور العجلة لنقوم بإنشاء خط نسب بائري يدور حول محور العجلة الآن أول شيء سنقوم بإنشاء خط كي بايك الآن أقوم بعمل زوم كنا ما عملت زوم أكثر أكثر يظهر لي الأمل جيدا أقوم بإنشاء الخطوط الخطوط ستكون دائرية ضعونة ضعونة حتى نكمل المجسم إذن بهذه الطريقة أكملنا المجسم الآن ما هذا العمل؟ أقوم بعمل نسخ نقوم بإختيار سيبلاين 1 ونقوم بأدنى التكذير نختار جميع نقاط ستريل أق نقوم بشكل أليم الآن نقوم بسحف هذه النقاط إلى هنا في مكانها نقوم بحث هذه النقطة ونقوم بسحف هذه النقطة إلى هنا فإنك عندما تنمضي السيارة فإنك تتفنن في الخطوط هذه هي خطوة مهمة يجب أن لا ننساها على أي منخطط سيارة كيفما يكون فيجب أن تكون انتباه في هذه الخاصية لدينا سيئة ونقوم بسحفة إلى الوراء فإننا دائما لأن السيارة لديها تعرجات مثلا في محور السيارة يكون هذا المخطص نعرفه الآن نختار أداة قم بسحفة اود بسحفة لأننا سنقوم بسحفة ملت الفرار جميع الخطين هذا هو اللذي تتحدث عنه ونقوم بجانب العجلة نغيب من المخطص نضع مثل هنا اثنين ننزل تبيل على سيغمت ونضع تبيل علينا اوغاني فورم نضع الادادات تغييرها الادادات في محلها نضع مثلا ثلاثة نقوم بتحرير مجسم نرجع الى الوراء ربما لدي خطوط كثيرة نعمل تحرير نختار نعمل تحرير مجسم الآن لدي الخطينا دواب اريد خطرنا وخطرنا الآن نختار الخاصية ونختار سدلاء من قائمة فونكشن نعمل نختار النقاط ونقوم بتحرير مجسمة نختار نختار ايضا من قائمة فونكشن نختار تعطي هنا نقوم بتحرير مجسمه تم التحرير في انطبال النقاط نطبع او جادة الآن نختار ادات نفعل سنامبينك نفعل سنامب تخوادي نفعل سبلاين نفعل بوينت هل نبدأ على باركت الله بصحب النقاط إلى هذا الخب لأن هناك حرية كاملة في صحب النقاط يمكنك سحب النقاط إلى أي مكان طويل يبدأ بالعملية هكذا نسحب إلى الوراء هكذا أكمل على الماء هكذا الآن نقاط الأخرى إلى هنا هكذا سنقوم بحذف بعض النقاط التي لا لدينا بها أي شغل أو لدينا 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 ببعض الأمر أحب لدينا 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 هنا لدينا نسحب او اذا على المشكلة هنا وبعد تحت هذه النقطة ومسحت الى هنا نختار اداة كنيف نختار اداة كنيف ومسحت الى هنا ومسحت الى هنا ومسحت الى هنا ومسحت الى هنا نقوم بعمل نقطة اخرى هنا نقوم بعمل نقطة اخرى بعمل نقطة اخرى نتيجة المحصلة عليها لا تزال في بداية العمل يحتاج الكثير من التعديلات نتيجة المحصلة عليها نتيجة المحصلة عليها نتيجة المحصلة عليها نتيجة المحصلة نقوم بتحديد المحصلة نتيجة المحصلة يتكوّن من هنا نسحب نسحب الى هنا نقوم بالرجوع الى نقطة نوع القصة نقطة نقوم بالفعل نقوم بالرجوع اشتركوا في القناة 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 سيارة نفسي أكبر أفوان سيارة 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 أمدثة سيارة سيارة تحتاج منك 8 ساعة بعد 10 لحسب نور المخطط الذي لديك هنا نكتشف بعض الأخطاء ثم نقوم بإثلاحها نحتاج إلى نقطة هنا نقوم بإثلاحها نتوقف إثلاحها لنقوم بإثلاحها نتوقف إثلاحها نتوقف إثلاحها إذا نوصلنا إلى هذا الجزء سوف نقوم بسيمتري نتيجة فهذه كما قلت لكم من الأول لأنها ليست نهاية العمل وهذه البداية فقط عندما تقوم بوضع المضالات فهن تحتاج إلى أكثر من خاصة للتعديل من السيد ديفيزين والدروش وخصائص كثيرة الآن انتهينا من هذا الجزء وانتبقى ان شاء الله في جزء الخامس كان معكم أخوكم السيريان من نوقع الموصي ومتوفر دوتكم إلى جمع